أحد أحباب يقول والله استغاث بي اليوم وجدته مكروبا ملهوفا كنت مشغولا جدا لكن قلت يا ربي هذا الرأي الاستغاث بي وهو ملهوف ومكروب فإن شاء الله سأكتهد في أن أخصص وقتا له وأسألك بهذا أن ترحمني وأن تفرج كربي يوم كربتي ويوم عسرتي يا رب اللهم أمين حيبني يقول أنا مبتلى بالوساوس القهرية في باب سب الدين حاجة بتشتغل محرقة سب الدين أنا ما بأدرش أنطى بيها بس شغالة دوايا حينها حسنها خرين أو لساها تخرج أو على الباب أو على الشباك يعني في محرقة بهذه الصورة أنا كده كفرت ارتديت زواجي صحيح زوجتي لسا مراتي ولا نفسها عقد نكاحي أنا فين بالضبط إذا وضعتني تحت المجهر الشرعي فأين أنا بيقول لي أنا أنا عند حل أن أقطع لساني بفترة أن أقطع لساني عشان أنتهي من هذه المعاناة اللي بينطأ لساني فقلت الحل أقطع لساني وبالتالي أغلق هذا الباب من المحارق وهلوسا التي تأتيني قصرا وأمسي روح دي لابس في الحيط على طول فهذا هو الذي أعانيه فماذا أفعل فقلت له يا رعاك الله أول ما أنصحك به أن تبالغ إلى الاستطباب والتماس التداوي من هذه العنة نقص كيميكال داخل الجسم ده مرض نفسي مشخص وله علاج وتدب بالبعيش ترجع تبو إنسان سليم زي الفل بإذن الله تعالى فما أنزل الله من داين إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله وفي الحليس تداوى عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع دان إلا وضع معه شفاء إلا الحرام هذه أول حاجة ثم أثني بالقول بأن الله جل جلاله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به وأن الله جل جلاله لا يؤاخذ من استغلق عليه قصده وعلمه أصبح مغلوبا على أمره مغلوبا على عقله مغلوبا على نفسه لا يقصد إلى ما يقول ولا يريده ولا يقوى على ضبطه وكبح جماحه وأظن في حدود ما وصفت لي أن حالتك من هذا القبيل فاطرح عنك هذه الوساوس ألقي بها وراء ظهرك لا تقم لها وزنا ولا تعرها انتباه لقد لقي بعض الصحابة شوبا خفيفا مما تذكر حديث الصحية جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به يعني يود لو أن يخر من جبل ولا يجده في نفسه ولا يتكلم به فقال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان المعنى أن الإيمان الخالص والخوف من الله الذي في قلوبكم هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصدق به حتى صار ما يلقيه إليكم مجرد وساوس لا يتمكن في قلوبكم منها شيء ولا تطمئن إليه نفوسكم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوة الكفر التي يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لن يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلمه فقال ذلك صريح الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواسة أي أن حصول هذا الوسواس مع الكراهة العظيمة له ودفعي عن القلب هو من صريح الإيمان فالحل يا عبد الله قاوم هذه الوساوس ما استطعت أمسك عليك لسانك ما استطعت ليكن لسانك رطبا دائما بذكر الله عز وجل وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لتكفى همك ويغفر ذنبك واستدم الاستغفار واصدق اللجأ إلى الله جل جلاله وأسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية وأن يجمع لك بين الأجل والعافية